طبعاً أكيد الجهاز الفني عامل حسابه كويس جداً نحن تلعين من مباريات صعبة وراء بعض وبيجهز لمشوار أفريقيا جلسات كتير خلال الأيام اللي فاتت عملها موسيماني المدير الفني مع اللاعبين ومع الجهاز الفني للتحضير لمباراة النهاردة علشان يحددوا خطة المباراة والأسلوب اللي هيعتمد عليه قدام بطل السودان كمان النهاردة هنقابل مدرسة أفريقية قريبة مننا جداً في طريقة اللعب المريخ صاحب إنجازات عنده شعبية وجماهرية كبيرة جداً في السودان وبيشارك في البطلات الإفريقية كل سنة هو والهلال زي الأهلي والزمالك عندنا كده سمة البطل دايماً هي التعود على تلاحم البطلات وأي حد بينضم للأهلي لازم بيكون عارف ده كويس جداً أنه لازم هيبقى فيه أعباء كتيرة لأنه ما بيلحقش يفرح يوم التاني يدخل في الطولة جديدة على طول المريخ السوداني النهاردة عنده دوافع بالتأكيد زي أي فريق باللعب الندي الأهلي وهو أنه يحقق نتيجة إيجابية قدام بطل النسخة الأخيرة من دوري الأبطال وأنه يكون منافس قوي في المجموعة اللي بتضم سينبا التنزاني وبيتا كلوب الكونجولي نصر الدين النابي المدير الفني للمريخ كمان حذر اللعيبة من قوة وخطورة النادي الأهلي ودوافعه في تحقيق الفوز الناحية الثانية موسيماني كان بيطالب اللاعبين بضرورة استغلال كل الفرص اللي هتبقى متاحة ليهم قدام المرمى ومع عدم إهدار أي فرصة سهلة قدام مرمى المنافسين وحسم نتيجة المباراة بشكل مبكر لأنه زي ما قلنا أي نقطة في دور المجموعات مهمة جدا وخصوصا المباريات اللي هتكون على أرضنا